أستاذ أيمن في البداية احنا دايما بيقول إن الدولة عندها دايما بتحط خطة والخطة دي خطة دولة مش خطة أشخاص فالنظام بشكل عام بيكون وراه مراجعات كتيرة جدا وزي ما سمعنا من خلال التقريب بس حابين نفهم أكتر عن الكواليس حوار مجتمعي, لقاءات مع أولياء الأمور لقاءات مع خبراء التعليم إيه اللي دار بالزبط حتى يخرج هذا القرار أول حاجة صباح الخير يهلا بحضرتك لازم نتكلم يعني هي حضرتك بول خطة يعني هناك استراتيجية للدولة للتعليم منظومة التعليم بدأت 2018 هذه الاستراتيجية مستمرة بدأت من محاولة روضة الأطفال وحتى الآن قولها صف الأول إعدادة هذا العام يعني الاستراتيجية شغالة الجديد أمس كان الخطة خطة جديدة لمشكلة السنوان العامة طبعا زي ما قولي بوعب على السنوان العامة كما يقال بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بالسنوان العامة لا عودة للطلاب عجز المدرسين أكسافة بالفصول لأن كل هذه المشاكل كانت سبب في العلوف والدروس طبعا الدروس طبعا دروس خصوصية كان الطالب بالمركز سنتر التعليمي ما بروحش المدرسة أنا عايز أساعده أن أجيبه المدرسة أوفره كل الإمكانيات اللي هو ممكن من خلالها ييجي المدرسة ويتعلم طبعا كان هناك مناشدات بالسنوان العامة طبعا المنظومة الجديدة في تطوير المناهج بيتم عام بعام يعني كل سنة العامة الدراسية بيتم تطوير مناهجه هناك آلية للمناهج كم الدكتور تامر أكثر مني فهم فيها ولكن هناك آلية للمناهج إطار عام للمناهج عرض منقصة للتأليف كل هذا بيتم سنويا وفق المنظومة الجديدة ولكن مع وجود السنوان عامة وخاصة أنها قانون لا يمكن التعديل في أي شيء خاص بسنوان عامة إلا بتعديل قانون والعرض على البرلمان كل هذا صعب الآن ولازم يكون هناك حوار مجتمعي بالفعل يتم فيه كل أولئة الأمور التربويين والإعلامين كل ما يتعالج بالمنظومة وخبراء دوليين ومنظمات لنا شراكات معها كتعليم يتم حوار مجتمعي لوضع مناهج سنوان عامة الخروج كان الخروج أنا بسميه الخروج الآمن الآن في وفق المشاكل الموجودة بدمج بعض المناهج سنوان عامة إعادة هيكلة معرفة ما هو الأهم وما هو المطلوب من الوزارة واللي طالب عايزه إيه والفعل تم الإعلان أمس عن هيكلة جديدة سنوان عامة بالصف الأول السنوي تقليل عدد المواد الداخل كل صف الاهتمام بالمقررات أو المناهج التي تفيد الطالب المشكلة اللي كان بتواجهها في سنوان عامة أو الطالب هو مخرجات المدارسة السنوائية السنوية عامة هل الطالب استفاد من المناهج اللي درسها هل هذه المناهج موجودة استكمالا لها في الجامعات هذه المشكلة الرابطة بين التعليم قبل الجماعي والتعليم الجماعي